أقفل باب الترشح للمجلس البلدي 2018 في مقر إدارة شؤون الانتخابات اليوم بعد استقبال المترشحين على مدى عشرة أيام ووصل العدد الإجمالي للمتقدمين في كافة الدوائر الانتخابية 73 مرشحا بينهم امرأة واحدة اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح نحو المجلس البلدي 2018 سجل حظورا جيدا فالحصيلة النهائية قفزت لتقيد 73 مرشحا بعد ان تقدم في اليوم الأخير 8 مرشحين فعلى مدار عشرة أيام سخرت كافة الإمكانيات لإنجاح عملية تسجيل المرشحين وما يحملون من أهداف وبرامج تصب لخدمة الوطن والمواطن وترجمة ذلك بالعمل والإنجاز نحو المجلس البلدي 2018 والذي ينتظر استقبال عشرة فرسان من الدوائر العشراء القائمين على الإدارة حاليا الموظفين قاعد يتابعون المرشحين اللي تقدموا خلال عشرة أيام أول بأول للإسراع في عملية تسجيل هم ثبات تسجيل الترشح في سجل المخفر لأن طبعا إذا انتهى الوقت المحدد الدوام الرسمي لهذا اليوم ولما تجه المرشح فإن طالب الترشح راح يستبعد باعتبارنا لم يستكمل إجراءة عملة الترشح الإدارة العامة لشؤون الانتخابات وفرت كافة التسهيلات لاستقبال المرشحين وأبقت التنازل عن الترشح حتى الرابع من مايو أي قبل الانتخابات بسبعة أيام المعدل التسجيل الذي تم في هذه السنة هو معدل طبيعي خلال السنوات السابقة بالنسبة لانتخابات الملس البلدي هذا المعدل كان ما بين 60 إلى 80 مرشح طبعا عندنا فترة التنازل راح تمتد من بداية فترة باب الترشح اليوم الأول وراح يستمر لغاية تاريخ 4-5-2018 أي قبل موعد الانتخاب إذن صورة اكتمنت على مداري 10 أيام منذ فتح باب الترشح ليكون اليوم الآخير العدد الإجمالي 73 مرشحا بينهم امرأة واحدة هكذا يقفل باب الترشح هنا في إدارة شؤون الانتخابات نحو السباق الانتخابي للمجلس البلدي 2018 ويبقى الرهان الحقيقي في حسن الاختيار يوم الانتخاب في الثاني عشر من مايو راد شمري لتلفزيون دولة الكويت اشتركوا في القناة